مرحباً كذلك؟ لك تسكتوا له الولد؟ لك حاش؟ بدنا نعرف النام بقى حسبي الله ونام الوكيل بلش الموشح سكوت أمي سكوت سماعيل ومحمله عني شوي مدري شو صلو لك ايه لك عطيه البابرونة لك يعني لازم كل يوم هالقصة لك تفيه وتعود تخبط علينا لك ما عم يرضى ما عبده شو أعمال؟ ممغوس الولد شو أعمال؟ ما بعرف ابنك لاقي حل ليش مو ابنك كمان ما تلاقي انت حل بقى وتبيعوا هالبيت وكل مين ياخد حقه ونستقر ببيت لحالنا يعني لا منرحم ولا مننزل رحمة الله بيع البيت بيع البيت رجعنا لأن الوضع مطبيعي بكرة خود على تسميع حكي ولا قامي من الصبح اي انا شو زنبي والله ماعد متحملة كلمة ها وانا ماعد متحمل لا لنا ايه ولا لنا امي خليه ببالك مشكلة تانية بتضبي اغراضك والله معايك عم تهددني عم تهددني يا اسماعيل وبالناقص من بكرة رايحة على بيت اهلي وتبقى بس تاخد بيت لحالك منحكي مرحبا دينا اهلين اسماعيل كيفك؟ منيحة الحمد الله هيصلي 15 يوم عند اهلك ما رح تجي امي بلشت تسأل عليكي ها؟ وانا طبعا ما قلت له ليش طلعتي من البيت قلت له زيارة وهالزيارة حلت خلص ما هيكي؟ اسماعيل كلمتين ما في غيرهم انا رجع لعندك ماعد إلي لتاخد لي بيت لحالي نقطة انتها يلا مع السلامة لعمة سكرت بيوشي صبر جميل وبالله المستعان شو حلت هالقصة؟ لك حق بيتنا دوبو يجيب حق بيتين بالضواحي كيف بدي حلها هاي؟ ايوها ما لي غيرها اقنعت اعملي وكالة وباخد حصتها وهيك باخد لأمي بيت غرفة وصالون وبقل لها حصتك ببيتها لا بيعرفوا قديش اخدت ولا شو طلع لون وهيك بيت أمي سجله باسمي بموشي بالوكالة خلصت يلا مرحبا أختي كيفك؟ أهلا أخي نيحا كتر خير الله انت كيفك؟ والله يا أختي ما لي تمام خير أخي دينا صار لقريب الشهر حرداني ببيت أهلا لكم مو قبلاني ترجع شو؟ متل العادة مشاكل مع أمك وما عاد تتحملها كناين آخر زمن أختي ما رح فوت بتفاصيل الله يخليكي من الآخر أنا بدي بيع البيت وخلي كل من إلو نبي صلي عليه ما لي مستعد أخسر عيلتي مشان هيك مشاحنات وفي حل بين ايدي أبيع أخي بيع شو عم تستنى؟ أرضيها لست الحسن ولو؟ ما عم استنى شفت محامي وعم بعمل معاملة حصر القرس بس بدي أنت وإمك تعملولي وكالة لقدر بيع أيوة ولشو هالوكالة بقى أخي؟ اخت شوية إجراءات لقدر بيع البيت بشكل نظامي وبسرعة وما نفوت بقصص الورتة وموافقاتهم وهالقصص وهي أمك قبلاني لا تعمليلي فيها سيرة الله يحن عليك أخي مو سيرة بس يعني نحنا بس طلع معاملة حصر القرس ما عنا مشكلة بيع ومنوافق لك وكل مين ياخد حقه ليشو هالوكالة مفهمت؟ أختي هيك القانون بده أنا يلي عملت القانون أنت شو خسراني هيك هيك رحت أختي حقك؟ أي أخي روء روء إن شاء الله خير بكرة بتبيع وبتشتري يعني شو بكرة حتنزلي معي؟ أخي إجيتني مكالمة تقبرني شوي وبحكي معك لا عمه وكالة؟ على شو ناويات؟ هو ومرته آكلين بعل أمي هالمسكينة حلاوة جاي يضحك علي لأم روح عند خالة استفسر منه هو محامي وبيعرف بغلقصص أهلين بعد زمان ولو أمالنا غنى طمنينا عنك نتالي شو أخبارك؟ والله بخير وأموري تمام التمام بس بصراحة جايتك بدي استشيرك بشغله أمين يوم يومك ما نشوفك إلا الغراض مصلح جاية مو بإيدي هاتي لأشوف أحكيلي هادا يا سيدي بدك تديري بالك في أنواع للوكالات في وكالة عامة وفي وكالة خاصة وبقصتيك إذا بدك تضمني حقك وخايفة من أخوك يعمل حركات هيك وهيك إياك ثم إياك أنت وأمك تساوي الوكالة العامة لأنه بموجبها بيقدر يبيع البيت يقول لكم ما لكم عندي شيء وممكن كتير يسجل البيت باسمه أيوة لكن هيك يا اسماعيل بدك تحكي علينا؟ بس علمين على ماما يا بابا ترجمة نانسي قنقر